موسيقى هو سلطان العلماء ووارث علوم الأنبياء صاحب العمل الإبداعي والفكري الغزير والفريد منه فأصبح بالتالي هو أحد أعلام الفكر والتنوير ليس في العصر الذي عاش فيه فقط ولكن لأعوام وربما لعقود طويلة جاءت من بعد هو الإمام السيوطي في مصر أرض المجددين يتمثل محور مشروعه التجديدي في موقفه من التراث جمعا وتحقيقا وتوثيقا وتلخيصا وفي توليده للعلوم حيث أنشأ علم القرآن الكريم في كتابه الإتقان في علوم القرآن رحم الله الإمام السيوطي فقد كان علامة فارقة في تاريخ التأليف في مصر فضيلات الدكتور علي جمعا أهلا بكم أهلا وسهلا بكم مرحبا أهلا بكم مولانا أولا يعني العلامة جلال الدين السيوطي المتبحر في سيراته ومسيراته يجد أنه رحالة من أجل العلم إلى أي مدى كان هذا الترحال لي أثر في مشروع التجديدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الإمام السيوطي ولد في سنة 848 من الهجرة وانتقل إلى رحمة الله تقالى 911 يعني كأنه عنده 63 سنة في هذا العمر استطاع السيوطي أن يكتب كتبا كثيرة ومحررة وعجيبة ومشروعه التجديدي كان مبنيا على توليد العلوم يعني هو أنشأ علوما لم تكن من قبل من كثرة الاتطلعة كان عند أبيه مكتبة هائلة وكان أيضا عنده مكتبة محمودية التي كان أمينا لمكتبتها الإمام ابن حجر العسقلان المكتبة محمودية موجودة إلى الآن لما تمشي في الغورية تلاقيها على أيدك الشمان وانت جاي من الأظهر كده رايح إلى شارع الألعة أو اللي كان بيسموه محمد علي فالإمام السيوطي من ساحة اطلاعه وكثرة زكائه بدأ التأريفه عنده 17 سنة ولما بلغ الأربعين يعني شاف كتب كده لقى 300 كتاب في الثلاثة وعشرين لغاية أربعين وبعدين قال أنا خلاص أنا عايز بقى عبد ربنا وكفاء عليها كده فأنا هاعتزل الناس فرح مألف كتاب يعني علشان يعتزل الناس ألف الكتاب وسماه التنفيس في الاعتذار عن التدريس أنا باعتزر عن التدريس وأنا قاعد في بيتنا فقال بنألف كتاب لما مات احنا دلوقتي عنده أربعين سنة كمان تلاثة عشرين سنة هيموتها هو وخلاص اعتزل وجدوا عدد المؤلفات وصل إلى 700 الربعمائة مؤلف بعد الاعتزل الربعمائة مؤلف بعد الاعتزل واخد بالك فاللي فيه ده ما يسلوهوش طبعا وهو قاعد بشغال إراية وكذا إلى آخره فالمهم أن هذا الرجل كان العجيب الغريب في العطاء وفي التوفيق لأن كله ده أنا أرده إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإلى حسن النية وإلى التخلق بالأخلاق الكريمة والرغبة في عمارة الأرض الإمام السيوطي ولد علوماً يعني هو نقدر نقول أن مشروعه التجديدي هو الموقف من التراث تحقيقاً ودرساً وتدريساً وجمعاً ونمر خمسة بقى وتوليد للعلوم يعني بيولد العلوم من الماضي ما بيهدمهوش بنفتكر تملي كلام الشيخ أمين الخلي من أراد التجديد فليقتلوا التراثة درساً وعمقاً وكذا وإلا كان تبديداً فهم عملوا كده فعلاً يعني أمين رحمه الله مش جايبها من عند نفسه ده جايبها من الأمثلة التي رأاها في المجددين وهو ألف كتاباً المجددون في الإسلام ومنهم السيوتي ومنهم كان الإمام السيوتي الإمام السيوتي ولد علماً سمي فيه ما بعد بعلوم القرآن ما كانش موجود حاجة اسمه علومه فيه القراءات فيه التفسير فيه غريب القرآن وهكذا لكن علوم القرآن وبدأ يجمع من خلال التاريخ من خلال التفسير من خلال القراءات من خلال حتى كتب الأدب العقد الفريد لابن عبد الربو أو الحيوان للجاحز أو كذا يجمع كل ما يخص القرآن فخرج علوم القرآن فألف فيه كتاباً ماتعاً طبع مرات الإتقان في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن بعد ما وصل إلى نحو نصفه وهو وضع خطة ولد علماً فواجد الإمام الزركاشي الإمام الزركاشي سبع ومية خمسة وتسعين ميت يعني قبليه بنحو أكتر من مئة سنة وجد الإمام الزركاشي ألف فيه نفس المعنى وأسماه البرهان في علوم القرآن فلما حصل على النسخة فارحة بها لما لما بصلها لأنه هو مزود حاجات ما هيش موجودة عند الزركاشي فراح قال قال كده بقى اعترف قال أنا الآن بقى تحت إيدي البرهان وأنا هعتبره يعني هنقل منه ما أحتاجه لكن الإتقان ده مرحلة متقدمة عنه وفعلا ألف الإتقان ولما تنجي بقى إحنا هنا بعد ما الإتقان طبع والبرهان طبع ونقارن بينهم لا هم مكتبين مختلفين وكتبين مبزول فيهم مجموود وبذلك نشأ علم جديد لأنه معنى إيه أن السيوط يولدوا هذا العلم أنه مش موجود أكيد بعد كده ذهبت أيامه جاءت أيامه وأصبح أولوم القرآن مادة مستقلة تدرس في الأظهر الشريف وكان هذا أحد المشاركات نعم فعل هذا أيضا في النحو في جمع الجوامع وقلف كتابا كبيرا في اللغة وهو عنده 17 سنة بقول لحضرتك قلف كتاب كبير جدا في اللغة بعد كده لما لقاه كبير قوي السم فخلى جزء منه في ترجمة النحاة وخلى جزء منه في النحو والصرف وخلى جزء منه فيما أسماه بفقه اللغة وفقه اللغة برضو لم يكن مستقلا فجعله هو مستقلا حتى أصبح في عصرنا الحاضر وأيضا دراسة مستقلة المجهودات دي مجهودات ضخمة جدا لكنها بتنبئ عن عقلية وعن نفسية وعن شخصية بنصفها بالتجديد طيب مسألة الترحال يعني الصفر من الهند إلى المغرب وما بينهما من بلاد وأمصار ده ازاي كان ليه تأثير على مشروعه التجديدي وعلى فكره الموسوع ازاي مهارك تفضلت أحد المكونات لأن الرحلة في طلب العلم كانت جزء لا يتجزأ ماهما فيش بقى طيارة وصيارة وكذا إلى آخر يومما فيش مؤتمرات وحاجات تجعل العلماء يعني يلتقون ويتكلمون ويتبادلون المعلومات والخبرة والمناهج وكذا إلى آخر فكانت الرحلة في طلب العلم جزء لا يتجزأ من حضارة المسلمين والمرحل ده يعني ما يبقاش بالموسوعية بتاعت الإمام السيوطي الإمام السيوطي ألف في الطب الإمام السيوطي ألف في اللغة وفي الفقه ده أنشأ مادة بندرسة غاية دلوقتي حتى من كتابه في الأزر وهي الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية القواعد الفقهية موجود وألف فيها ابن الوكيل لكن لم يتم ألف فيها ابن السبكي وألف فيها الإمام السيوطي لما تطلع على الإمام السيوطي تجده لا شيء آخر غير التقييم السبكي أو غير ابن الوكيل مختلف تماما وكل كلمة مش كل سطر ولا كل جملة كل كلمة محتوطة في مكانها وكان مولانا سيدنا الشيخ جاد الرب رمضان يدرس هذا الكتاب الكتاب ده سبع أبواب فكان يدرس السنة لي باب السنة الجاي على نفس السنة يدرس الباب التاني حتى يتمتع هو بالرحلة في كتاب الأشباه والنظائر للسيوط وكان الكتاب إذا قرأته ودرسته وكنا نحفظه زي زي قرآن نحفظ كده على طول ونسمعه زي ما هو موجود وأفادنا جدا في تكويننا العلمي الأشباه والنظائر للسيوط فلو أعملت بقى الإتقان وحطت جنبيه المزهر في فقه اللوح وحطت جنبيه جمع الجوامع وحطت جنبيه الأشباه والنظائر لا ده صاحب تجديد الثرى في من بعده وإلى يومنا هذا فالرحلة في طلب العلم جزء لا يتجزأ من حضارة المسلمين مش عند السيوط بس ده عندهم كلهم الرحلة في طلب العلم طيب أستاذ أن فضلتك أن أستكمل سيرة الإمام جلال الدين الصيوطي ونلقى الضوء على جوانب أخرى من إنجازاته العلمية ومشروعه التجديد ولكن بعد الفصل أستأذن حضرتك وأستأذنكم أرجوكم خليكم معنا موسيقى على نهر النيل وبمجرد أن تمر بقناطر الصيوط الجديدة لتسهل وصولك لمقام العارف بالله جلال الدين الصيوطي فهو عالم وفقيه جليل من علماء الإسلام ومجدد من المجددين الأوائل في العصر الإسلامي يتبارك به كل من عاش أو مر بأسيوط وعلى أعتاب مسجده المبارك يمكنك أن تسمع دعوات السائلين وابتهالات المحبين من كل الأعمار والأجناس مهرولين لمحبته باحثين عن ضالتهم طالبين من الله الرضا والغفران آملين في العفو فهم في حضرة إمام زاهد أحبه الله عز وجل وكرمه بمحبته وحب الناس موسيقى 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 جاء الترحيب بفضيلة العالم الجليل أصوص دكتور علي جمعة أهلا بكم مرأة أهلا وسأل موسيقى فالدكتور الأرقام التي تحكى عن قدرات الإمام جلال الدين السيوطي ربما البعض يرى بناه مبالغ فيها يعني يحفظ مئات الألاف من الأحاديث سبعمائة مؤلف مثلا يعني هل هذه الأرقام حقيقية ولا كان فيها شكل من أشكال المبالغة من التلاميذ الذين جاءوا بعده أجيال متتالية أهلا لا هم لما بيتعلم الإنسان صح ويجد مجموعة من المشايخ يفهمونه ويكون متمتع بنمر واحد الذكاء وبنمر اتنين التقوى وبنمر تلاتة أن يكون تحت يده مكتبة عامرة بيأتي بما لم يأتي به غيره فالإمام السيوطي كانت تحت يده المحمودية مقطوع فيها للنهار يقعد يذاكر فيها فيه كتاب له اسم الحاوي للفتاوي فيه تمانين كتاب الحاوي للفتاوي ده مجلدين فالرسالة عبارة عن عشرين صفحة عبارة عن أربعين صفحة عبارة عن سبعتشر صفحة وهكذا لأنه كان يعني يبحث في المسألة بحثا عميقا واسعا حتى يلم بأطرفها وحتى يقطيها لك وفي كل شيء يعني مثلا أدي لك بعض الأمثلة قد تكون بعيدة عن زهن السامعين له كتاب في تفسير معنى الاختلاج يقول لك المنهاج في تفسير الاختلاج هو إيه الاختلاك ده فالاختلاك ده اللي هو عيني بترف العين رفت العين آه رفت العين ساعات كده في نبض صح الواحد يحس بي يتتبع هذا ويجد من الكتب في المحمودية ما يتكلم عن هذا ويجد أن الاختلاج ليس في العين وحدها بل ممكن يكون في طرف الألف وممكن يكون في صرصورة لايه الواد وممكن يكون في رأس الأصبع وممكن يكون في الركبة وممكن يكون في الخد طب ومعنى ايه هو إشارة إلى حاجة تألف تسع رسائل في المسائل الجنسية وكان تأليفهم في هذا المعنى تأليف له غرض له هدف الغرض منها كان غرضا عفيفا الأعداد اللي بتسأل عليها دي أصلها مش أعداد دواقة يعني يعني لما يجي مثلا واحد يعمل رسالته للدكتوراه في مؤلفات السيوط ويصل بيها إلى سبعمائة مؤلف طب ما دي موجودة صحيح في يأتي احتمال الانتحال هل فيه كتب من هذه الكتب لغير السيوط أيوة فيه بس هتلاقي واحد اتنين اخصمهم من السبعمائة بس أنا ما كان يحفظ مئتين ألف حديث مثلا لأنهم كانوا بيعدوا الأسانيد كل سنة حديث يعني إنما الأعمال وإنما لكل مرئ منا وهو حديث له 700 سنة يبقى 700 حديث آه تمام آه يعني هو السند بحديث مظبوط فده ليه 700 مظبوط هو حافظ 700 أو عرف 700 700 سنة كانهم 700 حديث كانهم 700 حديث ولذلك لما نيجي في 200 ألف هو ما ذكره في الجامع الكبير في الأحاديث لما ذكر في الجامع الكبير كم نص ذكر 46 ألف نص 46 ألف نص ويبقى 200 دول ب46 لما نيجي بقى في 46 طب وذكر قد ايه أو صحيح منهم قد ايه يطلع حوالي 15 ألف نص كل الكلام ده هو عمله عمل الجامع الكبير والجامع الكبير طبع عمل الجامع الصغير والجامع الصغير طبع عمل زيادات على الجامع الصغير والزيادات طبعت وشرحت فكلها حاجات حسية يعني ما احنش هنقدر نقول وكلها مرقمة مظبوط موجودة في الكتب يعني مش واحد ما هوش واحد مظبوط وكذلك لو جيت تقول مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم العيدين وايام التشريق ماشي حديثة هو طب فيه بقى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة ايام يوم الشك اللي هو اخر يوم في شعبان ما احنش عارفين بكر رمضان ولا نفطر والعيدين والتلاتة بتوع التشريق بين ست نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام العيدين طيب ايه رأيك الحديث ده ما هو يكفيه الحديث ده ويكفيه الحديث ده ممكن التلاتة دول انك تقول نهى عن ستة ايام اللي هو احد الروايات فيكفي لو عملنا كده هيطلعوا ستة الاف حديث مش هيطلعوا سبعة وربعين ألف سبعة وربعين هيطلعوا ستة الاف فاذا عملنا بالشكل ده هنجد ان السنة قريبة امام الناس وانها محددة وانه المشكل فيها اللي انها عشرين تلاتين حديث فما تجيش تنكر للسنة ما ترميش كل السنة علشان انت مش داخل دماغك عشرين حديث لانه اغلبها بيدعو الى الخير وبيدعو الى الاخلاق وبيدعو خامسة وتسعين في المية من هذه الاحديث يقولك والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم اتق الله حيثما كنت اتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخارغ احبوا الاعمال الى الله ادوامها وامقل ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا انه تقنها اخلاق عالية جدا كيف ترمي كل هذا علشان مش عاجبك عشر عشرين نص موجودين من الست سبع تلاف حديث دول نعم فالدكتور علي جمعة شاكر لحضرتك هذا الابحار في سيرة الامام جلال الدين السيوتي رحمه الله شكرا جزيلا لحضرتك والشكر وصول لحضرتكم ونشوفكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة